موسيقى مشاهدين كرام ورحب بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جري حلقة الليلة بعنوان هل أراد محمد أن يكون هو المسيح نحن الذين ولدنا في أسر مسلمة تعلمنا منذ الصغر أن محمدا هو خير خلق الله وأنه هو الخاتم خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه هو الشفية شفيعنا يوم القيامة وأنه سيحصل على المقام المحمود الذي وعده الله وأنه مكتوب في كتب اليهود والنصارى لأن كل الأنبياء تحدثوا عن مجيئه وأن الكل كان ينتظره فهو النبي المنتظر لكن حين يدرس المرء الأديان ويقارن بينها سيكتشف أن الكثير من هذه الصفات والألقاب مأخوذ أخذا من كتب المسيحيين واليهود فهل الذين صنعوا الشخصية المحمدية نسبوا لها صفات المسيح أم أن محمدا نفسه كان يسعى أن يكون مسيحا آخر أم أن الاثنين حصلوا بدرجات متداخلة ومتفاوتة فلنتابع هل أراد محمد أن يكون هو المسيح؟ طبعا هذا السؤال يطرح نفسه لأنه بداية من اسم محمد وصولا إلى أشياء كثيرة سنجد أن هذا ما حصل أن محمد في الحقيقة هو مسيح آخر هو المسيح المنتظر المخلص المنتظر الذي ينتظره العالم كله المسيح في الكتابات اليهودية والكتابات المسيحية هو المخلص الذي انتظره الأنبياء وتنبأوا عنه وانتظره شعب الله سنين وقرون إلى أن جاء أو الذين لم يؤمنوا به سيجيء المسيح يعني الممسوح المخصص المفروز للخلاص أو لتخليص الشعب أول شيء نجده نتحدث عن الاسم المسيح طبعا في الكتابات الإسلامية لم يفهموا معنى المسيح ستجد المفسرين المسلمين يقولون سمي مسيحا لأنه كان يسيح في الأرض أو سمي مسيحا لأنه كان ممسوح القدمين يعني فلات فوت سمي مسيحا لأنه كان عنده فلات فوت طبعا هذه تفسيرات مضحكة المسيح سمي مسيحا يعني ممسوح من الله لأنهم كانوا يمسحوا الشخص بالزيت الشخص المخصص المفروز لخدمة معينة فكان المسيح يعني الشخص المعين المختار من الله لمهمة معينة وهي الخلاص فسمي مسيحا لأجل هذا الأمر ما هو محمد إذن؟ محمد يعني الذي يحمده المحمد الكثير الحمد من الناس مش هو كثير الحمد يعني مش هو حامد يحمد الله المحمد هو الذي يحمد الممجد الذي يقول الناس فيه كل صفات الحمد المحمد ونسميه المصطفى ما معنى المصطفى؟ المختار المسيح المسيح معناها المختار المخصص لخدمة المصطفى يعني المختار بالألف واللم هو الشخص الذي اختير لخلاص العالم طبعا لا يوجد في كل الأنبياء أنبياء إسرائيل شخص سمي المسيح بالألف واللم يعني هو المنتظر لا كانوا مسحاء لكن يعني لفترة معينة مختارين لمهام بسيطة أو مهام محدودة لكن بالألف واللم المسيح المنتظر هو الذي ينتظره الكل كل النبوءات المفروض تتحدث عنه فصار محمد المحمد الشخص المنتظر المصطفى المختار من الله لماذا قيل عنه المصطفى؟ نجد في صحيح مسلم كتاب الفضائل عن أبي عمار إلى آخره يقول سمعت رسول الله يقول أن الله استفى اختار كنانا من ولد إسماعيل اختار مجموعة معينة من ولد إسماعيل واستفى قريش من كنانا واستفى من قريش بني هاشم واستفاني من بني هاشم يعني هو صفوة الصفوة لأننا نقول نستفى يعني وكأنه صفى جاءت من التصفية يعني نصفي فنختار صفوة الصفوة فاختار كنانا من بني إسماعيل ومن كنانا قريش ومن قريش بني هاشم ومن بني هاشم فهو زبدة الزبدة المصطفى المختار وطبعا المختار هو المسيح فمحمد أو الذين وضعوا الشخصية المحمدية أرادوا لها أن تكون بديلا للمسيح حتى لو لم يقولوا ذلك بصيغة مباشرة لأنه هو المختار والمختار في العرف المسيحي اليهودي هو المسيح هو يسوع الناصر عند المسيحيين محمد كان يعني مهوس بالأسماء عن الزهري قال عن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي قال أنا محمد أنا أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي لاحظوا هذا في صحيح مسلم على فكرة كتاب الفضاء الباب في أسمائه وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقب عند قدمي وأنا العاقب يعني العاقب يعني الأوميغا الأند الآخر العاقب الذي ليس بعده نبي النهاية في حديث آخر تقريبا نفس الشيء قال فيه أنا محمد وأحمد والمقفي المقفي الذي يأتي بعد الكل بعد كل الأنبياء والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة نفس الشيء في صحيح مسلم نفس الكتاب نفس الباب فهو الحاشر هو الماحي هو المحمد الذي تحمده الشعوب وضع نفسه مكان الرب مكان المسيح والمسلمون لا يدركون هذا نشوف الألقاب من أين جاءت الماحي في صفر إشعياء يقول أنا وعن الله أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها العاقب العاقب يعني هو الياء هو النهاية الذي لا يأتي بعده أي شخص آخر من المعروف ومن المؤكد أنه عند المسيحيين الأول والآخر هو المسيح أنا الألف واليا الألف والأوميجا الأول والآخر فمحمد حط نفسه هو الألف وهو الأوميجا بدل المسيح الحاشر السيد المسيح ما معنى الحاشر الذي يعني القيامة تقع بسببه يقول أنه يحشر الناس عند قدميه المسيح قال أنا هو القيامة والحياة أنا هو الحاشر أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا أخذ ألقاب المسيح والذين صاغوا في ممكن دخول أن الذين كتبوا الأحاديث في الفترة العباسية كانوا متأثرين بالجو المسيحي وكتبوا ما كان للمسيح نسبوه لمحمد كما قلنا عن السيرة النبوية وابن إسحاق الذي أخذ الكثير من صفات المسيح والعلامات المختصة بالمسيح ونقل تقريبا بالحرف سيرة المسيح وحولها وحور فيها وغير بعض التفاصيل وجعلها سيرة محمد هنا نجد نفس الشيء في الأحاديث لكن الأمر أبعد من الأحاديث والسيرة موجودة أيضا في القرآن في الأحاديث نستمر محمد أيضا هو محور النبوئات قال في حديث إني عبد الله وفي رواية أخرى إني عند الله لأنه ما كانش مشكل فمش معروف عبده ولا بعض الرواية تذكرة عبد الله وبعض الرواية تذكرة عند الله إني عبد الله وخاتم النبيين وأبي منجدل في طينته يعني أبي آدم هنا لأنه في رواية أخرى تقول آدم وآدم منجدل في طينته وأبي منجدل يعني أنا موجود قبل وجود آدم أنا خاتم النبيين أنا الأول أنا الأول أنا البداية وأنا النهاية أنا الألف وأنا الأوميغا وأبي منجدل أنا خاتم النبيين و عبد الله قبل وجود آدم وسأخبركم عن ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم أنا هو الوعد الذي أعطاه الله لإبراهيم وبشارة عيسى وأنا محور الإنجيل لأن بشارة عيسى هي الإنجيل فأنا هو الإنجيل و رؤيا أمي آمنة التي رأت و كذلك أمهات النبيين يارين هذا موجود في الحاكم في المستدرك و أحمد رواه في مسنده كلمات خطيرة أنا وعد الله لإبراهيم أنا موجود قبل وجود آدم أنا بشارة أنا محور الإنجيل طبعا هذا أخذ بدون تأكيد أخذ صفات المسيح لأن هذه الأمور تنطبق على المسيح أما بداية المسيح أو وجوده قبل الوجود لأننا نعرف من إنجيل يحنى في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند الله و كان الكلمة الله فهو الألف و أيضا نجد أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى و فرح هو الوعد الذي كان ينتظر إبراهيم هذا موجود في إنجيل يحنى و طبعا بعض اليهود قالوا ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن قبل أن يكون نفس صفات المسيح أخذها محمد و أيضا نجد في الإنجيل لتصيير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع و أما المواعذ فقيلت في إبراهيم و في نفس له لكي لا يقول و في الأنسال لا يقول في الأنسال كأنه عن كثير بل كأنه عن واحد و في نسلك الذي هو المسيح رسول بولوس قال هذا الكلام في رسالته لأهل الغلاطية إذن بركة إبراهيم هي المسيح يسوع المواعيد قيلت في إبراهيم و في نسله يسوع المسيح الذي هو المسيح لكن في الأحاديث نجد أن الوعد هو محمد و الذي كان موجود من البدء قبل أن يكون إبراهيم ولا آدم الألفة هو محمد فالمسيح هو دعوة إبراهيم و ليس محمد لكن محمد أخذ هذا الأمر و جعله عن نفسه أما كون محمد محور نبوءات كل المسلمين يعتقدون أنه موجود في التوراة موجود في الإنجيل موجود في الكتابات الأنبياء لحد الآن يبحثون في المزامير في حكمة سليمان في التوراة أو سفر التتنية يبحثون في كل شيء في المعز يبحثون في كل شيء لأنهم يعتقدون أنه محور النبوات لماذا سيكون محور النبوات إذا كان مجرد قولك عن يسوع أو عن عيسى أنه المسيح بالألف و اللام فأنت تقول أنه الشخص المختار كون شخص آخر مسيح آخر فأنت تناقض نفسك هذا مسيح آخر المسيح الثاني طبعا لا يوجد مسيح داني يا إما المسيح يا إما ليس مسيحا على الإطلاق سموه أي شيء آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل القرآن صور لنا أن محمد هو محور نبوات العهد القديم التوراة وهو محور نبوات العهد الجديد الإنجيل فهو المحور الأساسي للكل الذي تحدث عنه كل الأنبياء طبعا هذا ما أخوذ عن المسيح لا يوجد نبي في تاريخ بني إسرائيل اعتقد لا اليهود ولا المسيحيون أنه محور النبوات إلا المسيح المنتظر عند اليهود أو يسوع الناصري عند المسيحيين هو محور نبوات داود هو محور نبوات إشعياء هو محور نبوات موسى هو محور نبوات الأنبياء الصغار والكبر السيد المسيح قال في إنجيل يحنى فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي الكتب كل الكتب يقول السيد المسيح أنها تشهد له محمد أخذ هذه الصفة من المسيح وجعلها لنفسه يحنى المعمدان لم يدعي ذلك إشعياء لم يدعي ذلك داود لم يدعي ذلك ولا واحد في تاريخ بني إسرائيل أو في تاريخ الأنبياء ادعى ذلك المسيح وحده قال أن الكتب تشهد لي فأخذها محمد وقال أن الكتب تشهد له المسيح هو طبعا محور الإنجيل فالإنجيل هو البشارة البشارة بماذا؟ بالمسيح المخلص ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشاب أنه ولد لكم في مدينة داود اليوم مخلص المسيح هذه هي محور البشارة هي حياة المسيح وأفعاله وأقواله لكن نجد أنه محور بشارة المسيح أنا بشارة أخي عيسى يعني هو الإنجيل الإنجيل موضوعه محمد في عرف المسلمين في الإنجيل نجد بدء إنجيل يسوع المسيح مش إنجيل محمد بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله في بداية مرقص الإنجيل لا يوجد لم يوجد في تاريخ المسيحي ولا في الهرطقات التي ظهرت في المسيحية ولا في الكتب المزيفة التي سميت أناجيل بعد ذلك في القرون بعد القرن الأول لم يظهر فيها مسيح آخر غير يسوع الناصري أو لم يكن محور هذه الكتب كلها لا يوجد إنجيل محوره محمد محوره محمد لا يوجد مجرد الدعاء هل انتظر المسيحيون نبيا آخر لا نقرأ من بداية القرن الأول أن مثلا يوحن المعمدان المسمى يحيى في العرف الإسلامي لما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اتنين من تلاميذه اتنين اسألوا وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر لحظ أنت هو الآتي بالألف اللام أنت هو الشخص الذي ينتظره الجميع أنت هو الآتي بالألف واللام أنت هو المنتظر أم ننتظر آخر جاوبنا فأجاب يسوع هل قال لهم لا انتظروا أحمد أنا أبشركم بشخص يأتي من بعد اسمه أحمد أجاب يسوع وقال لهما اذهب واخبر يوحن لأنه بعث اتنين شاهدين في عرف اليهود لازم يكونوا اتنين شهود اذهب واخبر يوحن بما تسمعاني وتنظران الشهادة بالسمع وبالنظر تسمعاني وتنظران يعني أنا مجرد مسيح الداعي شفهيا أنني مسيح لأنا قولا وفعلا بالواقع أيضا أعيش أنني أو أفعل ما يفعله أو ما كان سيفعله المسيح العمي يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والسم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعتر فيه بمعنى آخر اذهب وقول ليحن أنا هو المسيح لكن مش بالقول فقط بالفعل أيضا أبرهن على ذلك على أرض الواقع وطوبى لمن لا يشك فيه قد أكد المسيح أنه الآتي لا يوجد شخص ينتظره المسيحيون على الإطلاق لم يحصل في تاريخ المسيحية أن كان المسيحيون ينتظرون نبي آخر هذه مجرد ادعاءات من المسلمين لا تصمد أمام البحث لا تصمد أمام التاريخ لا تصمد أمام الوطائق ولا أي شيء لم يكن المسيحيون حتى الهرطقات المسيحية لم تكن تنتظر أي شخص آخر المنتظر كان هو المسيح هو المنتظر ما فيش ينتظر آخر على فكرة لو طبقنا هذه يعني مما يدعو للضحك إذا كان محمد فعلا هو المنتظر هو الرحمة المهدات للعالمين هو المخلص هو الذي تنتظره الشعوب على الأقل لازم نشوف ما قاله المسيح العمي يبصرون لم نرى العمي يبصرون بل رأينا الذين بأعينهم المبصرون يعمون في قصة العرانيين فقط أعينهم بالمسامير والعرج يمشون رأينا الذين يمشون صاروا عرجا في قصة العرانيين قطع أطرافهم من خلاف قطع أرجلهم رجعهم عرج والبرس يطهرون لم نرى ذلك والصم يسمعون لم نرى ذلك والموت يقومون بل قتل الأحياء محمد قتل الأحياء رأينا العكس والمساكين يبشرون طبعا لم نرى المساكين يبشرون بل رأيناه يصد وجهه عن الأعمى لا يهتم بالمساكين ولا يهتم بهؤلاء وطوبى لمن لا يعني صفات المسيح غير متوفرة فعليا أو الشخص الذي ينتظره الناس غير متوفرة في محمد عالمية الرسالة واحدة من الأشياء التي أخذها محمد من المسيحية ولا توجد إلا في المسيحية هي عالمية الرسالة في القرآن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كل أنبياء بني إسرائيل كانوا لبني إسرائيل لم تكن عندهم عالمية الرسالة لم يكونوا ذاهبين إلى كل الأمم يتكلموا لهم عن الله كانوا ينذرون ويحدرون شعب إسرائيل وحده الذي جعل الرسالة عالمية وأعطاها أمرا لتلاميذه هو المسيح لا توجد ولا أعرف أي ديانة كانت مبشرة بالشكل الذي كانت به المسيحية يعني كانوا يعتبرون ذلك واجب ويدهبون لكل العالم التلاميذ كل مسيحي كان يعتبر ذلك واجب لا أعرف أي ديانة كانت مبشرة سابقة للمسيحية بهذا الشكل فالرسالة التي أخذت على عاطقها أن تكون عالمية هي المسيحية ولذلك المسلمون أخذوا نفس المنطق ومحمد أخذ نفس المنطق أن رسالته عالمية لكن بشكل آخر تلاميذ المسيح كانوا يذهبون مسالمين بدون سيف على الأقل في القرون الثلاثة الأولى كانت المسيحية أصلا ليس لها أي سلطة ليس لها أي سلطة لا يمتلكون جيوش لا يمتلكون أسلحة لا يمتلكون ممالك ولا دول فكانت تلاميذ يبشرون سلميا بينما الإسلام أخذ عالمية الرسالة لكن بالسيف بالسيف صار الغصب وإجبار الناس على الدخول أو اعتناق الدين عالمية الرسالة بالإجبار بالإجبار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في يحنى أنا هو نور العالم عالمية الرسالة من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة عالمية الرسالة وأن لكل العالم مأخوذة من المسيحية أخذا من بين أقوال محمد المتبثة في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب قول للنبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة في مقولة خاطئة أصلا الواقع يكذبها والتاريخ يكذبها أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي يعني أنا مميز لاحظوا أنه نوع من النرجسية دائما أنا أنا محمد أنا الماحي أنا العاقب أنا كل شيء نوع من النرجسية المرضية لم يعطهن أحد من أنبياء من قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر تخاف مني مسيرة شهر ماشي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة يعني الناس بتوعي ممكن يصلوا في أي مكان رأت معه المسيحيين واليهود يقدروا يصلوا في أي مكان وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأي رجل أدركته الصلاة من المسيحيين واليهود يستطيع أن يصلي وأحلت للغنائم يعني هي خاصة بالوحدي وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة لحظه هذه وبعدت إلى الناس كافة أنا الوحيد كل الأنبياء كان كل واحد لقومه أنا الوحيد اللي أرسلت للعالم كله طبعا هذا يكذبها الإنجيل نفسه وأعطيت الشفاعة هنتكلم عن الشفاعة بعد شوي أنا مميز أنا الوحيد الذي أعطيت الشفاعة أنا الذي رسالتي عالميا كل الأنبياء الذين قبلي كانت رسالتهم محلي خطأ كلام غلط كلام غلط أصلا عالمية الرسالة المسيحية في إنجيل مرخص نهايته في نهاية الإنجيل اذهبوا إلى العالم أجمع آه موجودة قبل محمد بست قرون وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها عالمية الرسالة أنت أخذتها من المسيحية وتدعي أنه ما فيش حد قبلك أنت أصلا أخذتها من المسيحية فاذهبوا وتلمدوا جميع الأمم هذه في نهاية إنجيل متى فاذهبوا وتلمدوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح الخدس وإلا لماذا غامر التلاميذ بحياتهم وماتوا في سبيل إيصال الرسالة لشعوب أخرى لو ما كانش هذا أمر وواجب عندهم لماذا ماتوا أمام الوحوج وأشعلت فيهم النيران لو ما كانش هذا عالمي عندهم لو ما آمنوش أنه رسالتهم عالمية طبعا التاريخ والوقاعة تكذب قول محمد بعض الإخوة المسلمين بيأخذوا بعض المقتطفات من إنجيل حتى يقولوا أن رسالة المسيح كانت محلية أحب أن أفتح قوس أرد عليها في الأول ثم أكمل الموضوع يقولون سيد المسيح قال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال على طريقة ولا تقربوا الصلاة يعني يأخذ لك أو ويل للمسلين يأخذ لك جزء من الذي قال هذا في نصف تقريبا إنجيل متة هو الذي قال في آخر متة اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم هو نفس الإنجيل أنت تقتبس من نفس الإنجيل الذي في آخره اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم إذا كيف نوفق بين الاثنين هو يعتقد أنه لما أخذ هذه خلاص أفهم المسيحيين لا هناك تدرج في بداية الرسالة المسيح لم يكن يكلم إلا اليهود وبعد ذلك في آخر الرسالة كان هذا هي استراتيجية هذا هو المخطط أن يبدأ من اليهود ثم للأمم هذا هو المخطط أصلا ولذلك نجد في متة في أسحاح عشرة قال لتلاميذي لما اختارهم هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا لا تمضوا للأمم الآن الذي سيقول في آخر الإنجيل اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم هو الذي قال للتلاميذ في الأول إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضال فهي تدرج الرسالة لا محدودية الرسالة تدرج مش محدودية فرق بين المحدودية والتدرج لأنه مثلا في أعمال الرسل الذي قال إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا هو الذي قال لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أرشاليم عند اليهود في كل اليهودية باقي المناطق اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض وعند الأمم قلاص انتهينا من هذا الأمر نقفل القوس إذن تدرج في الرسالة لا محدودية الرسالة أما الرسالة فعالمية خاتمية الرسالة من بين الأشياء التي أخذها محمد على نفسه أو الذين ساغوا الشخصية المحمدية خاتمية الرسالة بمعنى أنا آخر شيء أنا أقفل باب الرسل والأنبياء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم طبعا معروف عند المسيحيين بين أسماء المسيح أنا الألف والياء الأول والآخر الخاتم عند المسيحيين هو المسيح الخاتم النهاية البداية والنهاية الألفا والأوميجا هو المسيح فمحمد أخذ الفكرة من المسيحيين لم يكن أي نبي في بني إسرائيل ادعى أنه الخاتم حتى يحنى المعمدان لم يدعى أنه الخاتم إشعية إلي ولا واحد قال أنه هو الخاتم الوحيد الذي قال عن نفسه أنه الأوميجا الآخر النهاية كان هو المسيح فأخذت أخدا من المسيح ودعى لنفسه أنه هو الخاتم محمد ما أخذش فقط عالمية الرسالة خاتمية الرسالة الأسماء لا وضوح الشمس بوضوح الشمس سرق مصطلح حجر الزاوية بوضوح الشمس صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ذكر كونه خاتم النبيين عن أبي هريرة لحظوا هذا النص وهو سرق أدبية لا لبس فيها عن أبي هريرة أن رسول الله قال متى لي ومتل الأنبياء من قبل كمتى لرجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله يعني واحد شخص بنى خلينا نقول بيت وبناه بطريقة جميلة جدا إلا موضع لبنى من زاوية في حجر ما حطوش في الركن لبنى من زاوية لاحظوا هذا المصطلح لبنى من زاوية من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له يقولون ما أجمله من بناء هل لا وضعت هذه اللبنى لو تحطت فقط هذا الحجر اللي في الزاوية قال فأنا اللبنى وأنا خاتم النبيين أنا حجر الزاوية وأنا خاتم الأنبياء أنا هذه اللبنى أنا هذا الحجر الذي في الزاوية طبعا من يقرأ الإنجيل سيرى وضوح الشمس أن هذا قاله السيد المسيح النفسي هذا الكلام بالضبط محمد يدعي أنه هو حجر الزاوية وهذا صارق لألقاب المسيح وأنا سبق أن قلت أنه صارق أو ابن سحاق صارق حتى مصطلح الصادق والأمين ونسبه لمحمد هنا حجر الزاوية مصطلح أو لبنة الزاوية بتعبير محمد مصطلح مصروق من المسيح صرقا نشوف في الإنجيل إنجيل متى 21 آية 42 إلى 44 يا من تبحثون يا أيها المسلم الباحث خذ هذا النص وابحث عنه قال لهم يسوع يقول لليهود الذين كانوا يحاورونه أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناء هو قد صار رأس الزاوية بتكلم عن نفسه طبعا من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة أعمال أتماره حتى بعض المسلمين عايزين ياخدوا هذا عن المسلمين لا ينزع من اليهود ويعطى للأمم وقت المسيح مش بعد ست قرون ومن سقط على هذا الحجر يتردد سينكسر ومن سقط عليه يسحقه اللي سقط عليه الحجر اللي سقط على الحجر ينكسر واللي سقط عليه الحجر سيسحق كان هذا الكلام عن المسيح طيب نجيب نص أوضح حتى نتأكد أنه عن المسيح ليس عن محمد في أعمال الرسل آيات 10 و 12 يقول تلامي المسيح لليهود مخاطبين إياهم فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي سلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا كانوا عمل معجزة ووقف واحد صحية فقالوا بأنه باسم يسوع الناصري تم هذا الأمر هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناء الذي صار رأس الزاوية لبنة الزاوية وليس بأحد غيره الخلاص وما فيش حد هذا الكلام قيل ست قرون قبل محمد وما فيش حد تاني هو حجر الزاوية لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص يعني لو جواحد صارق هذا المصطلح المسيحيون لن يسمعوا له هذا الكلام مكتوب موجود في وطائق موجودة قبل محمد بست قرون لا نقاش فيه لا نقاش فيه مش حتى كان محمد وكتبوا هذا الأمر موجود قبله فالذي أخذ هذا المصطلح صارق ما ليس له وادعاه لنفسه محمد صارق مصطلح لبنة الزاوية أو حجر الزاوية وهو مصطلح مسيحي صرف خاص بالمسيح خلينا نأخذ عبدالهادي من المغرب أهلا بك أهلا بك زيك راشيد أتفضل أخي راشيد حسب رأيي أنا أعتقد أنا أعتقد بأن الأنبياء كلهم غلطانين مثل المسلمين يعبدون الله وحده لماذا لم يعبدوا صليب أسنم يسوع الذي أكل الشر التنكيل وفي الأخير صيحة إله 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 لماذا ترك ثاني أنا مش فاهم الفكرة لما تعترض خلي أفكارك واضحة فإن كلا الأنبياء غلطانين مثل كلهم غلطانين لماذا يأبدوا الله وحده يكون أبدوا لأصنام بتاع يسوع الذي أكل عصف لأخير صيحة إله إله الأنبياء غلطانين ومن قال لك أن نحن نعبد أصنام ولازم نعبد أصنام أفكارك أفكارك مغلوطة ومشوشة عن المسيحيين أهم وحده هدي 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 أفكارك مغلوطة عن المسيحيين أفكار شوف بعينك كل الناس تشوف بعينك عمرك شفتي شي واحد يشوف بودنه تسنى لا أناري لا كل人 يريد حد Laure أنه يشوف بودنه قول كلام موزون معقول هل نحن نناقش النصوص أين يوجد أي نص في الإنجيل يقول لك أعبد الأصنام أين يوجد أي نص في الإنجيل يقول لك أعبد الأصنام أنا أرى مسلمين يسكرون وأرى مسلمين يزنون هل ألوم الإسلام على ما يفعلوا هؤلاء لازم نضع مبادئ واضحة هل يلام الدين على شيء لم يعلمه أم يلام على شيء علمه الدين الدين لا يلام طبعا طيب أنت ترتكب مغالطة يعني أنت تلوم المسيحية على شيء لم تعلمه في نصوصها صحيح صحيح رشي طيب لكن الأصنام منجبة في كنايس كل هذه أخير لا يوجد شيء يعلم لا مش في الكنائس كله هذا تعميم منك أولا هذا تعميم منك فأنت في إيطاليا هل هي كل كنايس الدنيا؟ هل هي كل كنايس الدنيا؟ هل إيطاليا هي كل كنايس الدنيا؟ أنا أرى كل الكنائس يا أخي أنت تضيع وقتي يا أخي وسراخ وضجيج يا أخي أنت تضيع وقت الموضوع مختلف نحن نتحدث عن محمد أخذ مصطلحات خاصة بالمسيح والصفات خاصة بالمسيح وتكلمني أنا كنت في إيطاليا ملايين الناس في إيطاليا الإيطاليا ليست هي العالم كله نحن نحكم عندما تتحدث لا تعمم توجد كنايس هكذا وكنايس هكذا وكنايس هكذا والدين لا يلام على تصرفات أشخاص ليست موجودة في نصوصه مبدأ يطبق على الإسلام المسيحية انتهينا نأخذ الأخ شعيب من فرنسا تفضل أخ رشيد نعم تفضل إزاي الحالك كيف حالك أنا شعيب من فرنسا ومغربي مرحبا بك أخويا شعيب طيب تفضل أخ شعيب أنا أسمعك تفضل أخ شعيب معرفش هل لازلت معنا أعتقد الأخ شعيب فقدناه لو تحب تتصل مرة ثانية نأخذ الأخ مصطفى من إيطاليا أهلا بك أهلا أخويا رشيد لا بس بخير الحمد لله تفضل أنا مصطفى لك تسويدي أهلا 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 أخويا مصطفى كيف حالك كيف حالك؟ لا بس الله يبسك كلنا بخير بس نقول لك لأني أعاقل أهليك سأل هذه ما اسمعناك سأل هذه ما اسمعناك أنا أريد أن أقول لك بأن لما قال المسيح يأتي من بعد أنبياء ومشتح كذب فمحمد معروب أنه نبي كذب بدون مناقشة وهو حتى في المفارقات لما أحنا نمجد محمد والرب يسوع والمحمد والمسلمين يقول صلى الله عليه وسلم وهي عندما يصلي على محمد يعني هو أخذ تمجيد من المسلمين صحيح وحتى اسم محمد هو الشخص المحمد هو تمجيد فعلا ومن المفارقات أن اسمك مصطفى على اسم الحبيب المصطفى الحمد لله هو بالنسبة صفة للمسيح نعم المختار المصطفى هو المسيح وأخوة رشيد مع كل أسف المسلمين نهبوا في طارق غلطة مع محمد الذي تقريبا تقريبا راحوا معهم مليار ونصلي الناس نعم للأسف لكن هنا وظيفتنا وواجبنا أن نشرح للناس أخذ الشرف فعلا أخذ الشرف أخذ جميع شفات الرب يسوع مع كل أسف ولكن دائما الرب يسوع قال أنا والطريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الأب إلا لي لأنه هو الوحيد ليس أحدا ليس أحدا غيره ولا سواه صحيح أشكرك أخي مصطفى على هذا الاتصال الرائع وأنا فرحت بسماع صوتك إن شاء الله أريد أن نسمعك بمشيئة الله وخلينا نسمعك وربنا يباركك شكرا وبرك البرلمج الله يخليك شكرا أخي مصطفى شكرا من بين الأشياء التي أخذها المحمد عن المسيحية وهي من صفات المسيح من الصفات الخاصة بالمسيح مسألة الشفاعة مسألة الشفاعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة في صاحب المسلم كتاب الإيمان باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمتي بمعنى أن كل أنبياء طلعوا سادجين يعني الله عطاهم كل واحد عنده دعوة مثل مثلا في الإعدام يعطوك يعني طلبة تطلب آخر شيء فالله عطا لكل نبي دعوة كله مستعجلوا وطلبوا دعوتهم لكن هو خب دعوته لحد يوم القيامة سيطلبها شفاعة يذكرني بالأطفال لما كنا أطفال صغار كل واحد فينا يحاول يأكل الحلوة بتاعته وأنا أخبي الحلوة للآخر حتى أغيض الكل يعني فمحمد يعني خب دعوته للآخر مثل حلوة الأطفال حتى يغيض بقية الأنبياء أطلعته أنه مش أدكية أنا خبيت دعوتي لحد يوم القيامة أطلبها شفاعة طب يعني افتخارات سادجة افتخارات بكل صراحة سادجة طيب دعنا من الافتخار لكن معنى الشفاعة ولماذا محمد اختار أن يكون هو الشفيع بالألف واللان بدون استثناء هو الشفيع والشفيع في المسيحية هو المسيح هو المسيح في القرآن في سورة الإسراء 79 يقول القرآن وَمِنَ اللَّيْلِ فِتَهَجَّدْ بِي نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وهذه كنا نطلبها دعاء اللهم رب الصلاة القائمة اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة يعني اعطي محمد المقام المحمود الوسيلة والفضيئات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وعاتوا اللهم المقام المحمود الذي وعدته يعني اعطيه اعطيه الوسيلة والفضيلة واعطيه المقام المحمود الذي وعدته في القرآن الذي وعدته في القرآن ما هو المقام المحمود الذي وعده في القرآن ثم اختلف اذهب للتفاسير تجد هذه العبارة دائما ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود فقال أكثر أهل العلم المقام المحمود هو الشفاعة يوم القيام اللهم يعني ابعته المقام المحمود الشفاعة التي وعدته طيب له وعده خلاص لا داعي لنطلب ذلك لكن تجد كل المسلمين مع إقامة الصلاة يدعون بهذا الدعاء لمحمد أن يبعته الله المقام المحمود الذي وعدته ماذا قال آخرون؟ قال آخرون هو جلوسه على العرش هو أن يقاعده والفاعل هنا الله والهاء تعود على محمد هو أن يقاعده معه على عرشه أن يجلسه الله معه على عرشه هذا هو المقام المحمود اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ثم نطلب له آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعته اللهم المقام المحمود الذي وعدته اللهم ضعه أو اجلسه على العرش معك طبعا هذه الصفات المسيح بدون شك بدون أي شك الشفاعة خاصة بالمسيح والجلوس على العرش أو الجلوس على يمين العظم أو على يمين الله كل مصطلحات تستخدم في حق المسيح نجد آيات كثيرة أنا اخترت بعض منها فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله العرش ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله إنجيل مرقص استفانوس شخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله الجلوس على العرش آيات كثيرة عن جلوس المسيح على العرش فالمقام المحمود هو حاجتين إما الجلوس على العرش إما الشفاعة لتنين من صفات المسيح بدون أي شك ناخد الأخ أيمن أيوة ألو اتفضل أخي أيمن إزايك أخي رشيد أهلا وسهلا أنا طبعا من معجبين بك من زمان ودائما بكلمك الله خلا يعني عندي طبعا أنا موافقك إن الكلام ده مأخوذ من المسيحية بس برضو في نفس الوقت أنا كده عامل زي اللي بيعمل شاوپنج قالي خمسة سنة بحاول أدور على طول عندك شاطين مش لا يعني كل ما أقول طب ده كويس عامل كذا إبراهيم هذا ربي هذا أكثر بعدين ألاقي برضو في الآخر إن الكلام ده مش صحيح يعني كلمت مع ناس كتير في المسيحية بالذات يعني أنا أصلا كنت مسلم وعارف الإسلام كويس وثبته يعني من خمسة سنة حلو وبعدين نفسي أن أنا كنت ألاقي رد يريحني يريح قلبي يعني ملاقيتش وبعدين ما احترامي شايد ليك يعني أنا بقى الضرق جدا الله يخالي إنما الكلام اللي أنا بشوفه برضو كله يعني طب ما هو مأخوذ من ديانات سابقة للمسيحية برضو إزاي؟ أنا مش عارف أنت متى؟ متى؟ أنت تسمع عن واحد اسمه جورج بول آه بسمع جورج بول دهوت في الانترنت دلوقتي في اليوتيوب منزل شراكتي قوي هو أصلا كالمسيحي وبعدين دلوقتي ترك المسيحية برضو نعم وبينتقد المسيحية جامد قوي يعني ليه ما تعملش معاه حوار علشان يقنع الناس اللي هم مش عايزين أو يعني مش مقتنعين بالمسيحية بقوا مسيحيين لأنه هو الحقيقة أقنعني المسيحية برضو مش هو الدين الصحيح إزاي؟ فأنا مش عارف يعني يعني المحمد خد كلام تير جدا من المسيحية ولقيت برضو أن الكلام اللي في المسيحية كله جاي من أديان تانية سابقة مثلا حتى حكاية اللي هي الولادة من العذراء غير صحيح غير صحيح أنا عملت حلقات لو متابع لسؤال جريا عملت حلقات ردود على من يدعي أن هناك تشابه بين كريشنا مثلا أو المسيح أو بين بودا والمسيح أو بين التالوت المصري والمسيح والتالوت المسيحي عملت ردود حلقات خاصة يمكن الرجوع إليها طب يعني ممكن يعني ليه ما تدعيش واحد زي جوش بولي تتحور معه أنا مبدئيا ما عنديش مشكلة في الحوار مع أي شخص لكن طالما هندخل في حوار دايما هناك شروط وهناك أشياء فهي مش بالسهولة دي يعني ندخل في حوار مع أي حد لازم نتفق على أنا شايف من الحديث بتاعته على اليوتيوب أنه هو راجل آري كويس جدا في المسيحية أنا قلت لك أنا ما عنديش مشكلة المبدأ أنا ما عنديش مشكلة في الحوار مع أي شخص والدخول في حوار مع أي شخص أو مناضرة فقط لكل حوار شروط ولكل مقام المقال يعني لازم نتفق على شروط ومواضيع وحاجات زي كده أنا دي مش هادر أنقشك فيها لأن دي أنت تنقش فيها اللي عايز تحاوله إنما يعني أنا شايف الكلام اللي هو بيقوله بيضحت كل الأديان مش بس الدين الإسلامي والمسيح كل الأديان هو لك 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 الحق أن تقول ذلك لكن ينبغي قبل التسليم بكلام أي شخص أن تفحصه هل هو حقيقي أم ليس حقيقي لأنه الادعاء سهل إنما إتبات ذلك بالمراجع وإتبات ذلك بالأدلة هو الصعب ولا أعتقد أنه أي شخص يستطيع أن يثبت أن المسيحية مجرد ناقلة لأديان تانية أي مراجع يا أخي رشيد يعني أي شخص يقول أن المسيحية أخذت عليه الدليل على المدعي البين على المدعي يعني مراجع لمفروض أن أنا أرجع عليها اللي هي من ألفين سنة لا أنا مثلا أي واحد يدعي أنا أعطيتك بصفة عامة عندما تدعي أنه هذا مثل ما أنا عملت مع الإسلام الآن عندما أقول أنه أخذ المصطلح الفلاني أجيب وإن المصطلح موجود عندما تقول العقيدة الفلانية أخذها عليك بمراجع تقول أنه أخذ من هذا المرجع إذا لم يوجد لديك دليل فالادعاء سهل كل واحد ممكن يدعي أي شيء يعني هو أنا مفروض عليها دلوقتي أن أنا بعد يعني في عام 2018 أصدق كلام اتكتب من ألفين سنة أو من ثلاث تلاف سنة أو من خمس تلاف سنة يعني هو معيار الحق أن يكون حديث أو لا إي أنا مش فاهم من كلامه كلام كتب كتب من أربعة تلاف سنة ممكن يكون صحة حقيقة لأن يا أخي رشيد لأن يا أخي رشيد الكلام المكتوب من ألفين سنة ده كان حكايات حكاوي الأهاوي زمي يولو يعني لا 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 أتفق معك لا أتفق معك نحن نعود الآن إلى أشياء قالها أرستو وقالها أفلاطون وقالها سكرات وهي الحد الآن صحيحة في المنطق وفي أشياء كتير وهي قديمة جدا لم يدعوا أنهم تواصلوا مع الإله لا الآن أنت تأخذ الموضوع لسكة تانية ينبغي أن تحدد المبدأ أنت تقول هل أصدق كلام يعود لأربعة تلف سنة آه ممكن تصدق كلام يعود لأربعة تلف سنة أو أربعة تلف سنة يعني المبدأ المبدأ مش أنه محتوى هذا الكلام محتوى هذا الكلام قصة تانية لكن المبدأ أنت تجعل من قدم الشيء مبدأا لرفضه مبدأ لرفضه أنه بطالة مقديم نرفضه أنا متفق معك بس يعني خلينا أقول كلمة أنا دلوقتي لو من خمس سلاف سنة حد كتب كلام قال أننا كنا بندبح الببائح تقربا للآلهة ودي كانت عادتنا وتقاليدنا ماشي خلاصي دي كانت من خمس سلاف سنة عادت تقاليد نعم إنما لما واحد يقول لي إن أنا ربنا كلمني وطلعني السنة السبعة وقال لي أنا يعني وبعتني برسالة أو واحد قال ده أنا أو مش واحد حتى اللي قال ده الحوارين بتوعه قالوا إنه هو الإله وهو أنا أنا أريد أن أنهي هذه المكالمة بطريقة جميلة وسؤال شوية منطقة وخليك تفكر فيه هل تعتقد أنه واحد يهودي موحد مثل ما نقول يعني موحد صرف التوحيدية التجريدية سيؤمن بأنه شخص أمامه هو يعني كان جالس معه يأكل ويشرب معه هو الله وسيموت في سبيل ذلك يعني هكذا بدون ما يكون أي شيء لأن كل هؤلاء الذين ماتوا في القرن الأول وضحوا بحياتهم كانوا يهود التلاميذ الأوائل فهل تعتقد أنه لم يحصل أي تحول في حياتهم خلاهم يقبلوا على هذه التضحية برينواش برينواش كلهم برينواش ماس برينواش كلهم ترامب دلوقتي بيعمل ماس برينواش لا 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 ما فيش حد مستعد يموت من أجل ترامب الله يخليك أنا أتكلم عن ناس قدموا الوحوج وأحرقوا وضحوا بحياتهم هل تعتقد أنهم اخترعوا كذبة وماتوا من أجلها وفي ناس كده جداً ناتوا من أجل محمد وماتوا من أجل محمد لا لإعتقادهم إني هذا صحيح لا هادوا كانوا يموتون لأنهم شافوا مش لأنه اعتقادهم حد قال لهم دول لأنه جلسوا معاه وقالوا أنه فعلاً احنا امنا به والكلام اللي كان بيقوله صحيح بعينهم بالمشاهدة ارجع اقولك برضو حكاوي القهوي طيب لو كان الناس تموت من اجل حكاوي القهوي فانت تقول شيء غير منطقي اشكرك لا 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 يمكن لشخص يموت من اجل حكاوي القهوي انا غير مستعد ان اموت من اجل حكاوي القهوي خلينا نكمل بفقط بعض النصوص التانية في حديد طويل لا اريد ان اشاركوا معكم اعتقد تعرفونه لان ارددتوا ميرانا وتكرارا حديث الشفاعة ان محمد قال انا سيد الناس يوم القيامة ثم ذكر لهم ان الناس ستروح عند ادم وحيقول لهم نفسي نفسي وروح عند نوح وقول نفسي نفسي وروح عند ابراهيم نفسي نفسي الى ان يصلوا الى محمد فيقول لهم انه يذهب الى الله فيقول له الله سلتعطى اشفع تشفع تشفع فارفع رأسي فاقول امتي يا رب يعني الشفيع الوحيد كل انبياء لن يستطيعوا الشفاعة كل واحد سيقول نفسي نفسي الا محمد الشفاعة ازاي او الدليل على انها خاصة بالمسيح في المسيحية وصفة من صفات المسيح المميزة له هو مثلا في رسالة يوحن ايات كثيرة يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا وان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار الشفيع هو المسيح لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح طبعا وسيط معناها شفيع فالشفاعة خاصة بالمسيح او مميزة صفة مميزة لم يدعي يوحن ذلك لم يدعي اشعياء ذلك لم يدعي موسى ذلك الذي قيل في حق انه الشفيع هو المسيح وطبعا الذي قيل عنه الشفيع هو في الكتابات الاسلامية ومحمد فالمحمد اخذ الشفاعة ايضا من المسيح في صفات تانية يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الشاهد يسوع المسيح الشاهد الامين في سفر الرؤية المبشر سيد المسيح اول كلام له قبل بداية خدمته في الناصرة قال روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين مبشر نذيرا كان ينذر الناس ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون اتوبوا واقتربوا ملكوت السماوات الى اخير كان ينذر الناس كثيرا داعيا الى الله لم اتي لأدعو ابرارا بل خطاط الى التوبة وسراجا منيرا انا هو نور العالم كل هذه الصفات لا توجد صفة واحدة لم يتميز بها المسيح فاعتقد انه الذي كان ينقل ويقول عن محمد كان يأخذ من المسيحية اخر شي اختم به ان محمد جعل من المسيح مجرد مبشر به يعني دور المسيح ودور انجيله انه يبشر بمجيء محمد ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه احمد يعني موضوع الانجيل باختصار هو محمد مبشر ايه البشارة سيأتي من بعد اسمه احمد في المسيحية نعتقد ان يحنى كان صوت صارخ في البرية يقول اعد طريق الرب في الاسلام يعتقدون ان المسيح هو صوت صارخ في البرية اعد طريق محمد يعني وكأنه يقوم بدور يحنى المعمدان مع المسيح محمد جعل من المسيح دور يحنى المعمدان له انه يقول اعد طريق محمد مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد في الأخير أريد أن أقول لكل واحد يبحث عن الحق أو على الأقل في المقارنات ما بين الإسلام والمسيحية محمد لم يأتي بأي جديد كل ألقاب محمد أخذها من المسيح وجعل من نفسه مخلص آخر أو هو المخلص هو المحمد هو الشفيع هو الماحي هو الألفة هو الأوميغا هو خاتم الأنبياء هو الذي سيجلس على العرش هو الذي لديه المقام المحمود على يمين عرش الله هو كل هذه الصفات مأخودة أخدا هو موضوع العهد القديم هو موضوع العهد الجديد هو موضوع بشارة عيسى هو وعد إبراهيم كل هذه الصفات قيلت عن المسيح هو حجر الزاوية حتى هذا سرقه محمد من ألقاب المسيح فماذا بقي لمحمد ألا ينطبق في هذه الحالة على محمد قول المسيح أنه سيأتي بعد أنبياء كذبا كثيرون ألا يكون أنه كاذبا أو مدعيا ويتخذ ألقاب ليست له صارقا لها أسئلة ينبغي أن نفكر فيها في انتظار ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم في يد الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر